المناسبة اقتراب عيد الأضحى كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة هنعرف الأسعار وأنواع الأضاحي وإيه الفرق ما بين اللحم الجموسي والبقري وإيه أفضل الأنواع الموجودة دلوقتي أو أنهي نوع أفضل للأضحية ولو حد برضو مش مقدر إنه هو يدبح أضحية كاملة لوحده هل فيه اختيارات تانية ممكن يعملها عشان يضحي كل ده هنعرفه أكتر مع عمار خليكوا معينا معاك المهندس عمار من مزرعة أبو عمار ولي بقى من إمتى عمار ابتدت المهنة دي وإنت وطيه مهندس ليه ما ما بيتش مهندس وليه كملت في مهندس قلنا جردنا في الهندسة كده في الأول ما لقناها مش مجزية يعني فدخلنا في الموضوع ده كده بقنا دي تارية سنة لنا الحمد لله يعني كنا لأول بدينا حاجة بسيطة بعد كده ربنا وفقنا الحمد لله وكبرنا الموضوع شوي قولي الأسعار كده بين اللي هو اللحم الجموسي والبقري الكيلو يعني لو الناس عايزة تيجي تتبح تبقى الكيلو ده كام وكام والأغنان برضه بالنسبة للعجول البقري البلدي 180 الجموسي 160 اللي فيه عجول بقى تاني أنواع تانية زال كلوم بمسلا بمية 68 ولو فيه عجول تانية برضه اللي هي الأسباني ده أنجوس ولموزين وشارولي ده سعره 200 وفيه بيعدل 200 كمان ده الفرق بين دو دوه اللي هو دوه بنبقى تشفي فيه أعلى لحم فيه أكتر من اللي هو البلدي عشان كلا سعره بيزيد لكن هو كلحم ده لحم وده لحم وفيه بالنسبة للخرفان فيه خرفان بلدي وفيه خرفان برق الفرق بينهم برضه وحجم اللي البرق النهاردة الكيلو فيه بـ 240 والبلدي 220 بس دي كده كل الانواق فيه بقى جديان برضه بـ 240 بس وفيه برضه بالنسبة للعجول البلدي فيه نوتي وارضو الإناس برضو العزبة الكيلو فيها بمية 65 البقري والجموسي بمية وخمسين الاسعار تفضل ثبتة كده لحد العيد ولا هتزيد؟ يعني الان الاسعار ثبتة وبالناس بتقول فيه تراجع بس يعني الناس محدش بيفرد في الحاجة بسهولة يعني لكن اما حاجة بس تاخد حاجة من حاجة مضمون ويرأى ربنا في الميزان ما يغشكش وكون الحاجة ما فيهاش اي عيوب شرعية عيانة لان برضو فيه مزارع فيها عمرات كتير برضو بعد عن الشر يعني عن اي حد المفروض الناس بقى لو ما تيجي تشتري مفروض تاخد بالها من ايه؟ تاخد بالها ان الحاجة ما تكونش فيها عيوب شرعية فيها عرج لقدر الله مثلا عينيها فيها مشكلة ما يكونش عندها مرض مثلا حمى ولا اي حاجة لقدر الله برضو لازم يكون بيفهم اللي بيشتري دو ان عارفوا ما يكونش حاجة هزيلة انت مثلا لو انت متعرفيش تشتري وقدبالك اولا هتروح الى مكان سكر اللي الناس بقى اكتر حاجة بتشتريها ايه؟ البقر ولا الجموس والله في الفترة الحالية البقري وبرضو الموضوع عشان برضو بقت الامت العجل كبيرة يعني العجل بيعدى التمانين الف والمئة الف عشان يجزئ في الاضحية يكون عدة سنتين فطبعا احنا وفرنا اللي احنا ممكن ننساهم بصبع ونص وربع وكلام ده كل موجود عندنا وبرضو في ناس ثانية برضو موجود عنده يعني انت ممكن بدلا ما تخش مثلا بعجل كامل لا ممكن تخش مثلا بصبع او بربع او بنص حسب امكانياتك تقدر تخش في كده مفيش اي مشكلة احنا وفرنا ده عندنا وبرضو عندنا امكانيات الدبحة والتقطية والتجهيز وتنظيف كل حاجة السقط والراس والممبار والكرشة وكل حاجة تاخد الحاجة في اكياس زي ما بيقولوا يعني لو الناس باي عايز تبدأ تشتري تشتري من امتى من قبل العيد بقد ايه؟ والله في الفترة الحالية خلاص يعني ام مفهود معاك شهر قبل العيد تقدر تشتري فيه طبعا عشان تقلبات الاسعار اللي فاتت ديا كان الناس قبل رمضان اصلا بتحجز وبسعر عالي عشان خايفة ان قدامي يغلى وهو كان فعلا كل يوم كان الاسعار ايه؟ في الصعود يعني بتطلع بتطلع لحد ما ورى واحد الاسعار ايه؟ رياحة جامد بعد كده محدش عارف فقر دلوقتي فيه اقبال من الناس يعني الاول كان الناس تخش تسأل وتمشي دلوقتي فيه اقبال جامد ناس بتخش بتسأل وتنفذ وبتشتري فطبعا الحاجة وارد ان هي تغلى يعني والله اعلم برده اطمن كل الناس اللي بتتعامل معنا ان احنا مش مبتدئين احنا ناس بقالنا اكتر من 40 50 60 70 سنة من ايام ما كانت اللحمة ب4 جنيه و60 ارش حمده الله احنا ناس بنتبح من زمان وخبرتنا تفوق الخير احنا بنقول لكل واحد مضحي اهم حاجة اهم حاجة اهتم ان ربنا يتقبل منك الاضحية عملية ان انت تشتري بخيص عملية انت هتضحك على جزار او جزار يضحك عليك او كل الحاجات دي مش مهمة اهم حاجة ان تركز ان ربنا عز وجل اللي قال لن يلال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بنقول لكل الناس اهتم اهتم سيدنا ابراهيم ومعا سيدنا اسماعيل ولده ده ابراهيم ربنا قال انه ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفة ولم يكن منا المشيكة وقال عن ابن اسماعيل ان اسماعيل كان صادق الوعي الاتنين تقول بيعملوا اعظم عمل في الدنيا محدش هيقدر يعملوا تاني ايه اما ايه هو واذا رفعوا ابراهيم القواعدة من البيت ويسماعيل سيكتو لأ ربنا نتقبل منا انت كمضحي اهتم بأمر واحد اهتم بحاجة واحدة ان ربنا نتقبل منك الاضحية ما تركز في سفاسف المور ما تركز في حاجات مش مسؤول انت عنها الاهتمام العظيم ان دي عبادة زي الصلاة والصوب وصدق انت تنال اعلى الدرجات ان ربنا نتقبل هذه الاضحية بس ركز في اي حاجة احنا هنبقى وقلاء عنك زي في السعودية البنك بيواكيل عنها انت برضو وكلنا واحنا ان شاء الله ان شاء الله هنكون عند حسن ظنة انت بس اكتهد انك تدعي ربنا ان ربنا نتقبل منك ده الامر اللي انا بوجه كل المسلمين ان يهتموا به ما تجيش انت تقول لي كان يوماني لا انا بقولك يا اخ الفاضل يا مضحي انت اهتم بأمر واحد ان ربنا تقبل انت هتصرف تلاتين الف مئة الف مئتين الف المسؤول عن كل ده انك تدعي ربنا ان ربنا تقبل منك الاضحية غير كده انت مش مسؤول كل حاجة واجزاكم الله خير كنت معاكم يا رأمين من صدى البلد وعيد سعيدة على حضراتكم جميعا وكل سنة والطيبين